السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زورها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعده إخوتي الكرام ما زلنا مع خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين ما زلنا مع خير صحبة صاحبت نبيا مع هؤلاء الذين قال الله فيهم من فوق سبع سماوات كنتم خير أمة أخرجت للناس هؤلاء الذين قال فيهم الله جل فعلاء محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في أجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار لذلك مارك يقول من حمل بغدا أو حقدا أو حسدا على أصحاب محمد فله حظ ونصيب من هذه الآية يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار فمن تغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له هذا الحكم وقلنا أن الجيل الفريد نتكلم عنه وعن سمات هذا الجيل لعننا نأتسي بهم لعننا نتحلى بصفاتهم وإن تشبه المرء بأهل الفلاح كان من الفلاح فالتشبه بالرجال أمر له ما له من الممدحة هو فلاح ومن تشبه بقوم كان معهم ومن تشبه بقوم حشر معهم والمرء مع من أحب ونشهد الله على حب هؤلاء كما قال مالك كنا نعلم سبياننا حب الصحابة من الدين أن نحب الصحابة من الدين وكنا مع صفات الصحابة وقفنا مع صفة عظيمة ربها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله فيها في كتاب بها في كتاب الله أولا ورباهم النبي على يده على هذه الصفة وانتشرت وتفشت بينهم الصفة التي تثبت النبلة والرقي والرفعة إنزال الناس منازلهم ومعرفة الفضل لأهل الفضل التأسيس الأصيل جاء من الكتاب المبين قال رب العالمين ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال الله تعالى ففهمناها سليمان الدرجات أو الآن معنى سليمان هو الصغير بل هو الابن والكبير هو داود وهو الأب وكل وكل وكلاهما من النبوة بمكان ومن الفضل بمكان ومن الحزوة عند ربهم بمكان لكن انظر إلى المكانات وإلى التفضيل قال الله تعالى مادحاً إياهما قال الله تعالى وكلاً آتينا حكماً وعلماً لكن أيضاً قد فرق بينهما عندما قال ففهمناها سليمان ويؤتي كل ذي فضل فضله لذلك حذر الله أيام تحذير من بخس الحقوق قال ويل للمطففين ويل للمطففين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل وإن تسامح في أسانيد ذلك في تاريخ الخلفاء عندما دخل علينا أبي طالب ما ورد مكاناً فأفسح له أبو بكر المكان فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسماً وقال يا أبا بكر لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل قلت يتسامح في الأسانيد ما دام الأمر في السير لكن أصول الشرع توافق على ذلك وتؤسس لنا هذا الأمر بقول النبي الأمين ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ولذلك في مقدمة صحيح عن عائشة قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم علي هكذا كان الصحابة والكرام يعرف بعضهم مكانة بعض وينزل بعضهم منزلة المنزلة يستحقها البعض ويعرف الذي يرتقي والذي يرتفع ويعرف المكانات وينزل كل واحد منزلته إرضاء لله جل في علا أما أتاكم النبأ العظيم عندما علمنا رسول الله عن طريق تعليمه لصحابته الكرام يقول أبو ذر لبلال يا ابن السوداء فلما قال يا ابن السوداء رضي الله عنه ورضاه فلما قال يا ابن السوداء اشتكى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر هنا إلى التعليم وينزل الناس منازلهم انظر إلى بلال الذي وضعت الصخرة على ظهره وتحرق جسده من أجل الأغزب العزيمة وهو يعلي كلمة التوحيد إلى السماء ويقول أحد أحد حتى أن أمية كان يتمنى فقط كلمة من بلال حتى ولو يقولها اتقاء تقيا ليفر من هذا العذاب ولينتهي أمية ما يكون قد يعني أتى عليه بلال بكلية قوته في الأغزب العزيمة وهو لا يتوانى لا يتوانى لا يتقاعص ولا يتراجع مع ضعف جسده ويقول أحد أحد فلما كلموه قال والذي نفسي بيده لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها وأتيت بها أحد أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية فعرف مكانة أو عرفت مكانة بلال فوضع خده في التراب وقال لبلال والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك خدي بلال رضي الله عنه أرضاه الذي قال عمر هو سيدنا وأعتقه سيدنا يقصد بذلك يقصد أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ما زال النبي يعلمنا بتعليمه للصحابة عندما جاء ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وطلق امرأته كانت حائضا فطلق وغضب عمر بن الخطاب لذلك فراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي وقال مره فليراجع تعليما لكن ليس هذا الشهد الذي أريده الشهد الذي أريده أنه تزوج امرأة يبغضها عمر فقال له عمر بن الخطاب طلق ابن عمر كان يحبها يشتهي زوجته ويحبها ويراها كفءا له فعمر قال له طلق نحن ما زلنا مع هذه الصفات الجميلة النبيلة الرفيعة فقال فقال عمر طلق فأبى عليه ابن عمر الحق في التأصيل العام ليس هذا من البر الزواج والتطليق ليس هذا من البر لكن من كمال الإحسان للوالدين يمكن أن يسمع في ذلك لإحسان مسكية المرأة طيعة دينة خلوقة يحبها زوجها ابا عليه ابن عمر مرتضى أن يطلق ذهب عمر الخطاب إلى النبي فاشتكى إليه أنه أمر ابن عمر أن يطلق امرأته فلم يطلق فجاء ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا للقياد يا رب العالمين اللهم اغفرنا الزلات والسقطات والهنات أكثر ما يكون مننا هذا وأنت أرحم الرحمين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله ابن عمر أطع أباك ما قال له طلق ما هو الفائدة هنا هذا العلم الذي لابد أن تفهمه قال له أطع أباك ما قال له طلقها ما هو أطع أباك يعني في طلق قد يقول له طلقها وينتهي لا أراد أن يظهر له العلة السامية الراقية كأنه يقول يا ابن عمر أتعرف من أبوك أتقدر قدر أبيك أتعرف من هذا الرجل عند ربك أتعرف من هذا الرجل وكم هذا الرجل عند الملائكة أطع أباك هو الوزير الثاني لا 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 جرم لا جرم ولا غروة ولا عجب لا جرم ولا غروة ولا عجب لا جرم ولا غروة ولا عجب هذا عمر قال فيه سيد الأولين والآخرين قال لو كان نبي بعد لكان عمر ينظر النبي إلى عمر بن خطاب وهو يبتسم عندما جاء عمر بن خطاب ففر الناس وأيضا النساء يعني كنا أخذنا الدف تحتهن لما كانت عمر فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا من رب قال النبي صلى الله عليه وسلم إيهني عمر والذي نفسي بيدي إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته يا عمر عمر الذي فرق الله بيه بين الحق والباطل حقه عند الله له الحظوة إذا قال يسمع وإذا شفع يشفع وإذا أمر يؤتمر بأمره رضي الله عنه وأرضاه لعنة الله على من أطلق لسانه في مثل عمر فعلمنا نبي أدبا وتأدبا معرفة الفضل للأهل الفضل فقال لابن عمر أطع أباكه أطع أباكه هذا النبي يربينا ويربيهم جميعا أنزلوا الناس من أزلهم فطلقها ابن عمر وحق له انظر بعد ذلك للفتوى ولقريحة الذهن عند العلم جاء رجل إلى سعيد بن سيب قال يا إمام امرأتي وأحبها وهي دينا أمرني أبي أن أطلقها واحتجوا علي بأن عمر لما أمر ابن عمر قال له النبي طلق قال له النبي أطع أباكه فنظر سعيد بن سيب وانظر إلى الفقه الراق السامي لتعلم أن المكانات تتفاوت من مثل عمر؟ فقال له يا ابني لو كان أبوك مثل عمر ففعل ما فعل ابن عمر الإجابة ليس كعمر وليس أين هو من عمر؟ إذن لا تفعل إذن هذا ليس من البر وهذا الحق وهذا الفقه لسيامة كما قلت إن انطبق الوصف عليها كانت دينا طيعة خلوقة قال لو كان أبوك مثل عمر ففعل مثل ما فعل عمر هذه تربية تربية للجميع لمعرفة الأخضار خاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من أهدر الفضل لأهل الفضل النبل يعرف هكذا ولسنا بالمعايب نقيس الناس ولسنا بالزلل نضع الأطر التي نعرف بها مقدار الناس سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو قد يزل قد يقع في المعصية قد يتناوز قد يتعدى وهذا لا يمكن لا يمكن أن يفر منه أحد أو يبرأ منه أحد لكننا نقيس الناس بالنبل النبيل الذي يعرف قدرك عندما تزل ويغض الطرف عن معايبك ويعرف من أنت وكيف أنت وأين أنت هذا تعليم الصحابة لنا لو عشنا جميعا هكذا لسمع الرجل لأخيه لكننا عشنا وسط رؤوس وهذه الرؤوس كل منهم يقول الحق معي لا مع غيري وإما أن تنزلوا تحت راياتي وإما أن تفروا بعيدا عني أو أنتم من أعدائي وهذا لسان حال كل مرئ لكن لو عرف كل مرئ قدره وقدر من أمامه والله لن تظمت الدنيا بأسرها ولتقدمت الأمة تقدما لا يعلم به إلا الله جل في علاه لكن ما زال في النفوس الإحن والنظر للنفس وإعجاب كل ذراء برأيه والشح المطاع والهوى المتبع الذي وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذن عود على بد نرجع للأخلاقيات هؤلاء وإلى سمات وصفات هؤلاء نعلو كما كانوا هم نرتقي كما ارتقى هؤلاء ننتصر كما انتصروا ثم ننجو كما أن النجاة كانت لهؤلاء ونؤمل رفقة النبي في الآخرة في جنات ونهر في مقعب صدق عند مليك مقتدر النبي يصلي وهو يصلي ارتجت عليه آية قف قف يرتج عليه آية النبي الذي يوحى إليه وتنزل عليه الآيات من السماء ترتج عليه الآيات نعم ترتج عليه الآيات كيف تقول هذا ألا تتقي الله ربك وكيف يبلغ الناس ما يوحى إليه وترتج عليه الآية وينسى الآية هو ينسى لأمرين الأمر الأول هو بشر إنما أنا بشر أنسى كما تنسون يعني ممكن ينسى نعم مر وسمع رجلا يقرأ فقال رحم الله فلان أذكرني آية كنت قد نسيتها وهذا إخوتي الكرام في محل التعبد في محل البشرية في محل التعبد النبي بشر قل إنما أنا بشر مصدوكم يوحى إليه هنا علوم يوحى إليه إنما إلهوكم إلهو واحد لكن قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون يعني نعم ينسى حين التعبد طب حين الوحي والتبليغ لا لا نسيان لا زيادة لا نقصان وما الدليل يا أستاذ الأستاذ يقول الدليل في الكتاب وفي فعل النبي العدنان أما في الكتاب فقد قال الله تعالى حين البلاغ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال ولو تقول علينا بعض الأقاوي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولم يحدث الأزيادة ولا نقصان وتكفل الله بحفظ القرآن وبلغه النبي العدنان لكن حين يتعبد حين يصلي حين يقوم الليل حين حين يكون في صلاة يمكن أن يعتريه ما يعتري البشر هو يجوع ويطلب الطعام والشراب والنوم والجماع والبيع والشراء بشرية النبي بشر هو بشر ليس ملكا وليس ربا يُعبد بل هو بشر يعبد ربه جل فعلاه وهو فوق البشر بدرجة النبوة فحين البشرية ارتجت الآية وما زلنا نتعلم من النبي كيف ننزل الناس منازلهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت آية وقف الجميع فلما انتهمنا الصلاة هنا تعليم ما قلنا فقال أفي القوم أبي إشارة إشارة إلى إنزال الناس منازلهم أنزل أبي منزلته لذلك كان عمر الخطاب أخذ أبي وجعله على الرجال حين جمع الناس في قيام الليل لماذا؟ لأنه أعلم الناس بالقرآن وهذا بقول النبي العدنا أن أعلمهم بالقرآن هو معين الحديث هذا فيه شزوز لكن هو قال أرحمهم بالأمة أبو بكر وأشدهم في الحق وعمر وأشدهم حياة عثمان إلى أن بيّن كل صاحبنا الصحابة ما له من الفضل أبي أقرأهم لكتاب الله أبي أعلمهم بالقرآن فقال النبي يشير إلى منزلة أبي قال أفي القوم أبي أفي القوم أبي قال نعم يا رسول الله قال ما منعك يعني ما منعك أن ترد علي أن تجعلني أستعيد الآية التي ارتجت علي وأنا أصلي ما منعك هذا منه إشارة لبيان فضل أبي عند الجميع لذلك كانوا يرجعون إلي ابن عباس كان يذهب ينام على عتبة أبي ليتعلم منه قال أسع عرف فضله لأن النبي أشار إلى فضله الآن بخص حقوق الشيخ يعلم التلميذ فلو فاقت تلميذ الشيخ يخبئه يقول هذا اجعله مغمورا اجعله في المكان الفلاني ولا يتعداه ولا يشهر بين الناس ولا يتكلم كلمة إنصاف خذوا منه العلم بل يقول لا تذهبوا إليه يخشى على الذين يجلسون عنده وهذا ليس بفعل النبلاء الراهب ماذا قال الغلم بعدما علمه قال أنت 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 تتقدم أنت لكن ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه هذا الطلب الوحيد لكن قال أنت أنت وقدمه هذا النبل نبل يرفع مقامات من عنده يا رجل أنت كل هذا في حسناتك لما تريد أن تخفيه لما تغير الحقائق ولا تثبت فضل هذا الفاضل هذه أخلاقيات السلف انظر أخلاقيات النبي الذي ورثها لأصحاب الكرام قام ليريد يريد أن يبين مكانة أبي قال أفل قوم أبي يعني الجميع لابد أن يعلم أبي أعلم واحد فيكم بالقرآن أفل قوم أبي قال نعم قال ما منعك أن ترد علي وأخذ بالرب بك هذا سكت أبي استحياء ورزاك النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ويختبره قال يا أبي ما معك من القرآن أو قال ما أفضل ما معك من القرآن خير ما نزل من القرآن فنظر إليه أبي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة على صدره فرحا سعيدا به قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر الله أكبر ولذلك النبي قال دعا أبي وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة في ذهول أبي قال من قال ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة قال وسماني لك قال وسماك لي يؤتي كل ذي فضل فضله قام النبي خطيبا عندما أمر أسامة بن زيد على جيش يريد تأديب هؤلاء الملحرفين وتأديب أيضا وتخيف الروم فجهز جيشا عظيما وأمر عليه أسامة وعلم من الناس الإنكار على تأمير أسامة أسامة المبلغ العشرين وأمره رجال حق رجال فقال والله والذي نفسي بيده إنه لحري بالإمارة ولقد طعنتم في إمارة أبيه كما تطعنون في إمارته فلما قال ذلك تلقفها أبو بكر ولما استخلف أبو بكر قال لا ينفذن جيش أسامة عرف من زيلته عمر يكلمه يا أبو عبيدة يكلمه الجميع يأتون إلى أبو بكر الجيش الجيش يقول والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرج الأمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة طيب أسامة لا يكون الأمير ما بلغ العشرين قال إن النبي قد أمره إن النبي قد أمره يعرفون الفضل لأهل الفضل يعرفون الفضل لأهل الفضل انظر أخي الكريم إلى الأمثلة الرائعة التي قد نتمثل بها تعبدا لله جل فعلا تحقيقا لمقصد الشر وتحقيقا لمراد الله ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأنك إن أنزلت الناس منازلهم وضعت كل رجل في مكانه الصحيح فإن وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب يا لها من التمكين والرفعة أن يكون للأمة التقدم المطلق لذلك تتقدم الأمة إن وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب لكننا نخلط وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة القدر وإن زال الناس منازلهم ابن عمر رضي الله عنه وعرضاه عالم النحرير ابن عمر أثري قوي قوي التقدم في العلم شغوف بأثر للنبي وتحقيق ذلك وكان من علماء الأمة وهو في التصنيف من السبع المكسرين عن النبي الأمين عبد الله بن عمر وهو من العبدلة الأربعة يعني إيش من العبدلة الأربعة هم أربعة عبدلة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر بن العاص صغار الصحابة لما مات كبار الصحابة والتابعون عندهم شغف وعندهم عضل مساء يريدون أن يرجعوا إلى علماء راجعوا إلى العبادلة تصدروا للناس الأربع عبدالله بن عمر بن الخطاب فحل من فحول الصحابة من العلماء سئل عن آية وكان بمكة وبمكة فيها من فيها رجل أطلقوا عليه جميعا حبر العرب هو ليس حبر العرب هو حبر الأمة حبر الأمة عالم الأمة ترجمان القرآن عبدالله بن عباس أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الله مرضى عننا أرد الله مرضى عننا أرد في النار دعا النبي له عندما قدم له الوضوء قال الله ما فقهه في الدين وعلمه التأويل فجاء الرجل فسأل ابن عمر عن آية فنظر ابن عمر شونا انزال الناس منازلهم فقال يا بني اذهب إلى هذا الرجل أشار إلى ابن عباس ما في إحن ما في منافسات فيها شيء من الحسد بين عالم وعالم عبدالله بن عمر ليس بالهيئة مكان راقية فقال اذهب إليه وسألوا عن الآية ثم اتني بما قال وهما أقران فذهب الرجل فسأل ابن عباس فترجم له القرآن تعلمون مجاهد أو شعبي أو غيره لا أذكر الآن قال عن ابن عباس رضي الله عنه نعمة رجمان القرآن قال والذي نفس بيدي قد وقف ابن عباس يقرأ البقرة يقرأ البقرة ويفسرها آية آية فلو سمعها العرب والعجم والديلم لا أسلم لا أسلم ابن عباس رضي الله عنه نعمة رضا ترجمان القرآن له ذوق راقي في الفهم في كتاب الله سنبين كيف أنزله عمر منزلته وهو صغير السن مع فحول الصحابة وكبار الصحابة فابن عباس ترجم للرجل الآية وفسرها فحملها وذهب بها إلى ابن عمر كما قال له فلما قرأ عليه تفسير ابن عباس نظر ابن عمر إلى ابن عباس متعجبا وقال كلمة والله تكتب بماء العين بل بماء الروح والحياة لذلك انتصروا لذلك تقدموا لذلك تمكنوا قال ابن عمر بعدما سمع التفسير أذهاله قال والذي نفسي بيده نعمة ترجمان القرآن ابن عباس أنزلوا الناس منازله حتى ولو كانت المنافسة موجودة حتى ولو كانوا أقرانا حتى ولو كان المحل محل يجمع العلماء لكنه الصدق لكنه التعامل مع الله لكنه رفع البصر إلى السماء لكنه تحقيق مقصد الشريعة يؤتي كل ذي فضل فضله أنزلوا الناس منازله أمرنا أن ننزل الناس منازله وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم ليس منا من ما يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه هكذا كان وابن عباس في خلافة عمر العباس قال لابنه يا بني إني أرى أمير المؤمنين يقربك تنصح ونصائح حتى لا يتبعد عنه وأرى لك مكانة عنده فكان عمر يدخله ويدخل ابن عباس يدخله على مجلس الشورى الذي فيه كبار الصحابة الكرام فاشتد الأمر على بعض الصحابة فأنكروا على عمر الخطاب وأرسلوا إليه لما تدخل معنا وبجانبنا هذا الحدث الصغير وأبناؤنا في سني وفي عمره كيف تدخله معنا فعمر لم يرد أراد أراد الجواب أن يكون الجواب أن يكون الجواب فعلا لا قولا ليعلم القوم منذلة ابن عباس فأدخله ودخلوا ثم قام عليهم جميعا وسألهم قال قد قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب ما تعلمون عن هذه الآيات كل أخذ يده بدلوه ولم يصيبوا الحقيقة فنظر عليهم عمر الخطاب وأراد أن يظهر لهم مكانة ابن عباس ويؤت كل ذي فضل فضله هكذا كانت صفاتهم قال ابن عباس ما تعلم عن هذه الآية فقال إن هذه إشارة من الله على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر والذي نفسي بيدي لا أعلم عنها إلا ما قلت ابن عباس فعرف القوم مكانته هكذا أنزلوا الناس منازلهم اتقوا الله ولا تبخصوا الناس أشيئهم اتقوا الله ولا تطففوا في الأخلاقيات وفي المكانات وفي الفضل زينب زينب رضي الله عنها زينب اتجاحش كانت تترفع على النساء النبي ولا تعلم من عائشة وبلغها بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة صدر الباب بها وكانوا يعلمون أن الصحابة أو كنا يعلمنا أن الصحابة كانوا يتقصدون بالهدايا نوبة عائشة فقط لعلمهم اليقيني أن النبي يحب عائشة محبة جمع حتى أنها زينب يعني كلمت النبي فيما يحدث مع عائشة وجعلها تنتصر النبي وهذا سيأتي الآن لكن أنا أريد الشاهد فزينب ولها الحظوة لها الحظوة لأنها يعني قريبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي زواجها الله من فوق سبع سماوات ولما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها فكانت تترفع على النساء النبي وتقول زواجكنا أهالي كنا وزواجني الله من فوق سبع سماوات لعظيم مكانته وزواجني الله من فوق سبع سماوات فزينب رضي الله عنها وأرضها وهي تعلم أن المزاحمة شديدة بينها وبين عائشة في حديث الإفك التي أصابت المسلمين وأصابت عائشة وأصابت النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي أصابة بالغة فجاء النبي يسألها فسأل زينب عن عائشة هي ضر من الضر الذي يقع عليها تعلمون وكلام الضلائر ممكن لا يحتمل فنظرت إليه فقالت يا رسول الله أرعى سمعي وبصري أرعى سمع وبصري والذي نفس بيدي أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا كل الخلق الله أكبر الله أكبر وهي ضر فأنزلتها منزلتها وبيانت فضلها وفي وقت تحتاج إلى ذلك رفع الله شأنها وقدرها ومكانها لذلك قالت عائشة كانت زينب التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حفظها الله بالورع قالت أرعى سمعي وبصري يا رسول الله أهلك هم أهلك هي أهلك أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا الخلق أنزلت الناس منازلهم فرفع الله شأنها وكانت تسميها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بدورها عائشة هي التي تطبق هذا وتقول إنزل الناس منازلهم وهي التي قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم علي لما سئلت عن المسح على الخفين وكان بينها وبين علي بن أبي طالب ما بين الأحماء بعظهم لبعض والحق أن علي تكلم بكلمة ما راقت لعائشة رضي الله عنه ورضاه عندما جاء النبي وسأله في حديث للإفك قال النساء غيرها كثيرات يعني أنت الآن الذي يشغلك أنت رسول الله والوحي ينزل عليك ولا مدة من إقامة الدين فلا تشغلن نفسك والنساء غيرها كثيرات الكلمة ما راقت لعائشة رضي الله عنه ورضاه وهو ما أراد الطعب وهو ما أراد حتى الكلام على عائشة رضي الله عنه ورضاه وأراد أن ينصح النبي أن يبقى على المهمة التي خلقاه الله لها لكنها ما راقت لعائشة ومع ذلك لا يبخصون أشياء الناس أشياءهم لا يطففون فلما سئلت عن المسحة للخفين فقالت للسائل اذهب إلى علي بن أبي طالب كان أكثر الناس سفرا مع رسول الله وهو أعلى من الناس بالمسألة أنزلته منزلته وبيانت فضله وقالت اذهب إلى علي بن أبي طالب فاسأله مع أنه كما قلنا بينهم وبينهم بينها وبينهم ما بين الأحماء كما قالت من بعضهم لبعض وعلي يعرف ذلك اقرب المسألة وانظر إلى فعل علي رضي الله عنه ورضاه مع أمه مع أم المؤمنين في حادثة الجمل عفانا الله وعفى ألتنتنا كما طهر قلوبنا من الحدة أو الغلة أو الحسد على أصحاب رسول الله اللهم طهر ألتنتنا أيضا فكان في حادثة في موقعة الجمل لما التفى الناس حول الجمل وكانت مقتلة عظيمة فلما قام رجل يصب عائشة من صفوف علي بن أبي طالب قام يصب عائشة فقام عمار كاد يقتله فقام عمار قال اغرب مقبوحا منبوحا مذموما قال والذي نفس بيده إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة واختبركم الله بها يعرفوا مكانتها هي أم المؤمنين لعن الله من أطلق لسانه في عائشة وفي عرض عائشة والله ما قصد إلا عرض النبي عليه من الله ما يستحق أنزل الله عليه مشى أبيبا اللعنة تترى لا تتوقف فقام عمار وعمار في صف علي وعائشة مع الزبير مع طالحة وقال عمار اغرب اغرب عنا مذموما منبوحا مقبوحا إنها والله لزوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة يعرفون المكانات مع أن هناك خلاف لا اختلاف بالسيوف الآن أو الآن ومع ذلك يقول هذه أم المؤمنين هذه حبيبة رسول الله هذه زوج النبي السلام في الدنيا وفي الآخرة ولما حدث المقتلة العظيمة عند الجمل قام إليه علي بن أبي طالب يخشى يخشى ثم قال يا أم أتحتاجين شيئاً ثم جهز جيشاً معها يحيطها ليحفظها ووصل بها إلى أرادة مكة فأوصلها إلى مكة كانوا يعرفون منازل الأخير كانوا ينزلون الناس في مكانتهم كانوا يعملون تحقيقاً لمقصد الشريعة ومقاصد الشريعة ولمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يعرف قدر الآخر كل يعرف قدر الآخر مصطح تكلم في عائشة رضي الله عنه وأرضاه نعم تكلم في حدث الإفك وقد غفر الله له ذلك وطهره وهو من أهل بدر أقام النبي عليه الحد ومن يقيم عليه الحد فانتهى الأمر لا كلام في ذلك لما نزل الناس في الكلام مصطح تكلم فيه تكلم في عائشة ومعه من؟ حسان بن ثابت حسان بن ثابت أيضاً تكلم خاد مع الخائدين في حدث الإفك نزل النبي من المنبر وسمى رجالاً وسمى امرأة وأقام عليهم الحد بعدما جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحد بعدما مات النبي جاء الناس يتكلمون فتكلموا في حسان حسان بن ثابت شاعر رسول الله فنظرت عائشة إليهم منكرة وهو الذي تكلم تذكر منكرة وقالت أليس حسان والذي قال وعردي وعرد أبائي يعني منكم لعرد النبي منكم وقاء قال عردي وعرد أبائي وقايا لعرد النبي صلى الله عليه وسلم منكم له القريش والذي نافح الرسول الله وقد مدحه النبي وقال اهجوهم وروحوا القدس معك اهجوهم وروحوا القدس معك عرفت منزلته مع المعصية التي وقع فيها مع الكبيرة ده وقع في الكبيرة معها هي يتكلم في حدث الافك ومع ذلك تذكر الناس جميعاً بفضل حسان أما علمتم من حسان؟ أليس حسان هذا الذي قال فيه النبي اهجوهم وروحوا القدس معك؟ أما تتمدح بشعر حسان أما هو الذي قال وعردي وعرد أبائي لعردي محمد صلى الله عليه وسلم منكم وقاء فعرفت مكانته وعرفت فضله فأنزلته منزلته ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم أحسن التربية ويبين لهم أن لا تبخصوا الناس أشيئهم وعرفوا قدر الناس وكان هذا أصل أصيل عند النبي عندما رأى الثمرة يانع أمامه في قلوب الصحابة وأفعال الصحابة لما قام وخاف عليهم بعد موته فقال ائتوني ائتوني أكتب لكم لأبي بكر كل ذلك فيها الإشارات لأبي بكر لكن التربية أتت بثمارها ثمار يا نعة قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 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 يأبى الله انظر الشاهد الذي أريده يأتي بعد ذلك قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر طب لماذا؟ لماذا يأبى المؤمنون؟ تربوا على يد النبي الثمرة صارت يا نعة علموا قدر الصحابة وعلموا فضل الصحابة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يعدل أحد عن أبي بكر في الاختيار وعددهم أن علمهم بأن أبا بكر عندما اشتد الأمر وقال النبي صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر قلتم جميعا كذب وقال صدق وساني بأهله وماله بيّن فضل أبي بكر رضي الله عنه بيّن فضله أولا علما اعتقادا أولا اعتقادا وعلما وعملا ورقة وخلقا فكان أبو بكر المقدم على الناس لذلك النبي وهو يربيهم بإنزال الناس في منازلهم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون لما المؤمنون يأبون بذلك؟ لما أبى المؤمنون؟ أبى المؤمنون لأنهم يعرفون الأقدار لذلك قال علي بن أبي طالب يبكي وأبو بكر يخطب في الناس فقال علي بن أبي طالب والله لا نقيلك ولا نستقيلك راضيك لنا النبي لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ وهو علي الذي تأخرت بيعتهم لأبي بكر مملأة لفاطمة لكن انظر انظر كيف ينزلون الناس منازلهم لذلك قال النبي مربياً يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر لذلك الجميع أذعن على خلافة أبي بكر كان الإجماع بعدها ولما ذهبوا جميعاً إلى سقيفة بني سعدة وقام أبو عبايد يقول أبسط يدك يا عمر فاشتد القول عليهم قال أتقدم الناس أو فيهم مثل أبي بكر أنا أتقدم فتضرب عونك خير المن أتقدم يعني أناساً فيهم مثل أبي بكر ابسط يدك أبا بكر ولما بسط يده قام الجميع يتتابعون على مبايعة أبي بكر والجميع قنعوا على مبايعة أبي بكر أبو بكر وما أدراكم أبو بكر والنبي صلxes عليه وسلم الذي يبين ذلك بل والله عندما قال يأبى الله ويأبى المؤمنون والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يغرس هذا الغرس بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينزل الناس منازلهم لما يخطئ خالد الوليد ويقتل قتلا ويعمل القتل فيما قالوا صبأنا صبأنا اشتهادا منه هو صبأنا في العرب تقول صبأ فلان يعني خرج من دين إلى دين هم أرادوا أن يقولوا للخالد خلاص خرجنا من هذا الدين خرجوا من دين الأصنام إلى دين النبي فقالوا ما استطاع أن يقولوا أسلمنا أسلمنا لما قالوا صبأنا حسب أنهم يتجلدون وتصلبون على الكفر فقتلهم وأعمل القتل فيهم وهم كانوا قد أسلموا انظر إلى أنزل الناس منازلهم النبي يأبى فعل فعل خالد وينكره وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد وما أنزله من منزلته وما نحاه ولا عزله لأن نبيه يضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو الذي قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه هكذا وهذه الصفة العظيمة التي يتصل فيها الصحابة الكرام أنهم أنزلوا الناس منازلهم نستفيد من ذلك أننا نحقق مقصد الشريعة ونحقق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبخص الناس أشياءهم ولا نطفف في الأخلاقيات ونعرف الفضل لأهل الفضل ونقدر قدر كل إنسان فإن قدرناه وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب وعندما تضع الرجل المناسب في المكان المناسب تكون الصمر يانعه والتمكين قريب والنصر أقرب ورضى الرحمن يتنزل على جميع عباد الله جل في علاه اللهم اجعلنا من هؤلاء واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا ولكنك أرحم الراحمين اللهم اجعل أعملنا كلها صالحة واجعلها الواجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة